خلينا نقول بس حاجة برضو واحد بالدروس المهمة جدا المستفادة وأنا بحب دايما أأكد على المعاني دي لأنه ما فيش فريق بيمشي بطل على طول الخط مهما كان اسمه ومهما كانت إمكانياته وحط في خانة الأسماء النادي ده أي نادي في الدنيا ريال مادريد بيتعثر بايم يونيخ بيتعثر برشلونا بيتعثر منشستر يونايتد أنا بكلمكم عندها عملاقة شعبية وتاريخ وإمكانيات مادية وألقاب وبطولات لا حصرة له في النهاية وارد جدا يبقى فيه مطباط وارد جدا والحقيقة أنه اللي حصل في دور المجموعات ممكن يبقى شوية مرتبط بفاتورة دفعها الأهلي في كاس العالم مشاركته في كاس عاملان داي وارد جدا يبقى فيه مطباط صعبة الأهم أنه العبرة دايما بالنهايات وأنا الحقيقة يمكن بعد المطباط الصعبة اللي عشناها في دور المجموعات اتأكدت أنه جمهور النادي أو القطاع عريض جدا أو الأغلبية من جمعينا دي الأهلي بعندها الوعيدة الفرقة اللي احنا سندناها وقفنا في ظهرها هي اللي قامت على رجلها وشرفتنا ووصلتنا زي ما وعادتنا لدور التمانية يبقى من المشوار لسه صعب وخصوصا أن المواجهة اللي جاءت تكون في منتهى القوة وطاليق بأنها تكون نهائي مبكر أي إن كانت نتيجة القرعة تتعندك مواجهة من ثلاثة إما رجاء المغربي إما الوداد المغربي الوداد البيضاوي أو طبعا الترجي تونسي وكلها فرق الحقيقة ليها احترامها وليها جمهورها وليها ألقابها وإمكانياتها وبالتالي هتكون مباراة صعبة جدا زي ما قال محمد في نهاية شهر إبريل أعتقد أغلب ظنها تكون في حدود 22 مباراة زهاب و29 مباراة عودة إن شاء الله نكون جاهزين لها لكن مهم جدا نبقى فاهمين أنه الرتم رجع مرة تانية الأهلي التقت أنفاسه مرة تانية بعد مواجهات صعبة وبعد أجندة دولية في منتهى الصعوبة خاضها الأهلي نقدر نقول الأهلي باك اون تراك أو الأهلي رجع مرة تانية في المسارة الصحية وإن شاء الله بإذن الله يقدر يكمل مشوار الحداشر بكل النجاح